وطاعها تقل لش حاجتك من وقفتك هاي اقلها وهو مغمون يخفي الصوت بهداي عطشان نهب الهد طول علي شوي ماي جابت الماي وشرب منه وقاف محتار قالت شربت الماي لا توقف على البايا عبع لمثلك وقفتين ببيوت الاجناب جنك جليل وشفتك يا شهم تنهايا له لا اقدروا حلق مايار غرب والنجم دار لما عرفته مسلم بن عقيل صاحت اهلا وسهلا سيدي على الرحب والسعى لكن كان عندها ابن لعين عندما نظر اليها تخرج وتدخل من مسلم بن عقيل عرف ان مسلم بن عقيل عندها فخرج في الصباح الى عبيد الله بن زياد نادى البشارة البشارة يا امير قال لك البشارة قال ان امي اصبحت تجير الظالمين في بيتنا قال ومن الظالمون قال مسلم بن عقيل فارسل محمد بن الاشعث بألف ومئته فارس فذهبا الى مسلم بن عقيل لما سمعت طوع صهيل الخيول وقاقعت اللجوم وزعقهت الرجال واذا هابيا تلتفت الى مسلم بن عقيل تنادي دانهاغ لفاك الجيش يا حيد يرده عنيال وهناك يصل ديد يجلبه كل ابن زياد ويزيد لا تكترث من كثرة الويد اريدك مراجل عمك تعيد يقل هي طاعة تشجعيني وبعمي حادرت ذشريني انا مهدم صمصام بيميني ابعز من الله لرجم علي جيني فذهبا مسلم واستلعما بلامته يقول بس شافته طاعة حزاياهم واشب بباب الدار وارزاهم صاحت يا مسلم ريت تسلم لا اخوياك ولا ابني عم انا تمنيت لن حسين يعلم جانعتنا كل يوم مهتم لكن شبيه يهد الوعد جدا فلما ذهبا يقاتله قتال الابطال وهو يقول اقسمت لا اقتل الا حرا وان رأيت الموت شيئا نكرا رد شعاع النفس فاستقرا اخاف ان اغدرا واغرا فناداه رجل لك الامان يا مسلم قال لا امان لكم وكان من قوته ان يأخذ الفارس من وسطه فيرمي به الى اعلى البيت فيقع ميتا يشيل الفارس ويرميه على البيت ويقع للقاع مقطوع النفس مئات يصيد الصاد ويخز المصاليت وابعز مضحة الكوفة تروط كلها مثل طحن الراحة بسيفة طحنها وسب الكوفة ونواحية ورجنها قامت كل فرس تسحبر سنها والدوس خيالها بحاف الرجلها واذا باللعين ابن الاشعث كاد له مكيدة وحفر له حفيرة فبينه ويطرد من وراء كتيبة واذا به يسقط بتلك الحفيرة صحوة نادي ومسلمة وسيدا ومظلومة هذا يضربه بسيفه وذاك يطعن برمحه وذاك من أعلى البيت يرميه بالقصب والحجارة لول القضاء والحيلة اللي دبروها حفروا بميدانة حفيرة وستروها وبهات قنطر والمحاز نجرحوها صاب ابن الاشعث ويح قلبي بمحجر العيد طاع تصيح من السطاح وش هالكسير ريتك حضرت تشوف يا شيخ العشيخ بن عماية كل موثوق طايح طايح بالحفيرة قاعدوا مثل الطير مكسور الجنة يا صاحت يا مسلم وها عظم خجلتي فيك شبيدي ونحر موضعي فول قدر أحميك لا يتركونك كان فت قلبي وداويك اياك كان اسلمت من كيدهم سلم على حسن اياك كان اسلمت من كيدهم سلم على حسن حبه يتام قولي ترى مسلم يبلغكم سلامه واجريت على الله والنبي سيد الكون فأخذ مسلم بن عقيل إلى قصر الإمارة عظم الله أجورنا وأجوركم جبر الله مصابنا ومصابكم فلم يسلم على ابن زياد قيل له سلمت أم لم تسلم فأنت مقتول يا ابن حمران خذه إلى أعلى الصاطح فاضرب عنقه فبيناه وبذلك الحال أخذ إلى أعلى الصاطح فنظر إلى ابن حمران ونادى أمهلني أصلي ركعتين فصلى ركعتين توجه إلى الحسين ونادى السلام عليك يا أبا عبد الله إن أهل الكوفى خذلوك وغدروك فنادى ابن زياد فنادى ابن زياد عجل بالرجل فرفع ابن حمران سيفا فضرب ابن عقيل على ريسه فألقى رأسه من الصاطح ألا من منهذ ينادي ومسلمة وسيدا ومظلومة فلم يكتفي بذلك اللعين فرمى بجسدي من أعلى الصاطح فأخذ يربط بالحبال ويجرب الأسواق وليم قدر قضى وشاعة أخبار رماه القوم من قصر الإماء وغانيين وغانيين شتال عقبه ودار مضي المولى بعد واحد يصلها ومصيبة ومصيبة صدح الجبال ومن قبل المشي بتشيب الأطفال شفت ميت يجرون بالأحبال يا صاحب لا تغن صارت مثلها حقب هذا طلعت مذحج من الدور وشقت لعدهان ومسلم قبور بس حسين نظل بيوم عاشور بأبيه من ظل على بوغاء كربلاء يا نازليين بكربلاء لعندكم خبار بقهات لانا وما علامها ما حال جثة ميت في أرضكم بقيت ثلاثا لا يزار مقامها نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم بقيت السلام المترجم صفر المترجم عن المترجم بالقيم